فينك من زمان يا أونس توحشنا الانتصارات واشتقنا الانتصاراتك يا أونس على ملاعب التنس أونس جابر التفوز على إيمة رادوكانو في بطولة مبادلة أبو ظبي بالإمارات للسيدات وتتأهل إلى ربع النهائي السلام عليكم ورحمة الله كما عودتنا أونس جابر لازم مجموعة تكون فيها الأمور الصعبة ومسيرة ومعلقة ومجموعة أخرى تحسمها بكل سهولة النهار ده أونس جابر بتلعب في بطولات الشرق الأوسط أو البطولات العربية الموسم اللي فات ما لعبتش في أبو ظبي ولا قطر الموسم ده رايحة تلعب كل البطولات وكل التوفيق بإذن الله بدأت ببطولة أبو ظبي مبادلة بطولة مبادلة اللي موجودة في أبو ظبي بالإمارات من فئة 500 نقطة والنهار ده كانت أول مباراة ضد البريطانية إيمة رادوكانو اللاعبة الصغيرة اللاعبة القوية اللاعبة الهادئة لكن أونس جابر في المجموعة الأولى خوفتنا بعد ما كانت متقدمة أربعة واحد ويعني خلاص هتخلص المباراة وقلنا المباراة سهلة والمباراة لأول مرة أونس جابر هتخلصها بدري بدري ولكن كالعادة أونس جابر تصعب على نفسها المجموعة الأولى وتخليها يعني خمسة مقابل أربعة وبعدين تحسمها ستة مقابل أربعة وازعلنا منها لأن المباراة كانت سهلة والمجموعة سهلة وصعبتها كالعادة على نفسها ولكن حسمت المجموعة الأولى بالخبرة ستة مقابل أربعة وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة اللي كانت بتدعم أونس جابر في مدرجات الملعب عايز أقولك في المجموعة التانية أونس جابر تفوقت بالطول والعرض النتيجة 6-1 في المجموعة التانية تبين لك قد أونس جابر عايز تخلص المباراة 2 مقابل لشيه وبالفعل حسمت المباراة أونس جابر ضد البريطانية إيما رادوكانو 2 مقابل لشيه مجموعتين دون رد 6-4 و 6-1 لتتأهل أونس جابر إلى الدور التاني ربع النهائي من بطولة مبادلة لتواجه البرازالية باتريس ماي حداد المصنفة 13 عالميا مباراة في منتهى القوة شفنا اللاعبة ماي حداد قبل كده وعارفين قد إيه هي لعبة قوية لعبة صلبة لعبة بتقدر تكمل ونفسها طويل في المباراة وبالتالي ينتظر أونس جابر مباراة في منتهى القوة ضد البرازالية ماتريس ماي حداد رقم 13 على مستوى العالم أونس جابر رقم 6 على مستوى العالم ولكن ماي حداد لعبة في منتهى القوة وطبعا أونس جابر هتعمل حساب وبتلاقي دعم كبير في بطولة مبادلة وهتشوف دعم كبير في بطولة مبادلة إن شاء الله على الأراضي الإماراتية المباراة اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله القادم على طبعا على الملعب في أبو ظبي وبالمناسبة قناة أبو ظبي الرياضية بتنقل المباريات بتعليق عربي النهاردة بصراحة كان تعليق مصري مميز من حي المعلق النهاردة أمتعنا بالتعليق على أونس جابر وأيما رادوكانو وكنا فرحانين وإحنا بنتابع أونس جابر وهي بتلعب على الملعب الإماراتية والجماهير العربية بتدعم أونس جابر كل التوفيق النهاردة مباراة كويسة يجيب انتصار والبداية كويسة والبداية فيها تفاؤل والبداية فيها قوة مع عادة المجموعة الأولى اللي تخوفنا منها بعض الشيء ولكن أونس جابر الحمد لله تتأهل على حساب البريطانية إيما رادوكانو وتروح لربع النهاية عشان تلاعب البرازيلية ما يحداد أونس جابر بعد الانتصار وهي بتبتسم بتقول أنا معجبة كبيرة بإيما رادوكانو آمل أن تعود وتفوز بالكثير من المباريات ليس ضدي كل شخص لديه قصة مختلفة يعني أونس جابر مبسوطة من إيما رادوكانو وطبعا الضغط اللي عملته إيما رادوكانو في المجموعة الأولى يخلي أونس جابر تقول كده لكن خلي بالك يا أونس رايحة لما يحداد اللاعبة اللي نفسها طويل اللاعبة القوية البرازيلية صاحبة الأصول العربية وبالتالي أعتقد لازم تركزي من أول ديها لآخر ديها الإرسال الصاحق والإرسال الأول والضربة الأولى للإرسال تكون مركزة فيها ضربات الدروب شوت اللي بتحاولي تعمليها يا أونس لازم تعمليها في الأوقات المعينة أو في الأوقات اللي تحتاج دروب شوت أعتقد أن أنت لازم يا أونس تقليلي عدد الأخطاء في مباراة مايا حداد النهاردة مجموعة مبسوطين منها مجموعة مش مبسوطين منها ولكن النتيجة الإجمالية هي فوز وتأول مبروك من قناتنا قناة كريم الهندوي لللاعبة التونسية أونس جابر اللي دايما بنتابعها وبنتابع مبارياتها وبنتابع أخبارها وبندعمها لأن هي فخر التونس بصراحة هي اللاعبة الوحيدة من اللاعبات طبعا من بلدنا العربية اللي بتروح في البطولات العالمية والبطولات الكبيرة وتقدر تقدم مستوى عالي نفتخر بيه جميعا ونحييها ونشكرها على رفع عالم بلدها عاليا في كل المحافل الدولية أيضا دائما تتكلم عن إفريكيا وعن وطنها العربي وعن يعني الرياضة العربية وبالتالي هي لعبة ممتازة من كل النواحي ربنا يوفاء إن شاء الله ما تنسوش دايما وانت فرحانين تعملونا لايك للفيديو اشتراك في القناة عشان نتابع معاكم كل الأخبار الرياضية بإذن الله في الفترة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته